أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من Mac the Tech يوم بدي أحكي عن جوجل نوتبوك الام وشو بيعمل جوجل نوتبوك الام وكيف ممكن يفيد مين؟ أسادزة؟ طلاب؟ أو رجال أعمال؟ بس ركزوا معي شوي أنا حاستعمل صيغة أعمال ولكن حاولوا تربطوها أنتو بمنهجكم الدراسية وشو ممكن تستفيدوا منها وإنتو كطلاب كيف ممكن تستفيدوا منكم تتعلموا أحسن مع الـ AI بلا طول سيري وبدو أطول عليكم خانروح على نوتبوك الام ونشوف شو فيه يعملنا أول شي بيكون تعملوا بتكون تروحوا على ويب سايت خانروح على الويب سايت هون ونكتب نوتبوك الام دغري بتفوتوا على هاي الصفحة وعا فكرة نوتبوك الام هو تقريباً لغاية هيدا الفيديو هو مجاني وهو شي كتير قوي خاصة إذا انتو بتكون اطلاقوا طريق تعلموا حالكم أمور مختلفة عن أي طبك وأي سبجكت وأي موضوع بطريقة بسيطة وسهلة خلينا نعمل نيو بروجيكت أول ما تفتحوا نيو بروجيكت بيطلع لكم شو يعني آد سورسز؟ يعني بتكون تدخلوا المصادر اللي انتو بتكون جيبوا منها المعلومات وهل مصادر فيها تكون شو ما بتكون؟ فيها تكون تاكست؟ يعني أي شي انتو عاملين له كوبي بأحرف بكتب بورقة رسالة؟ شو ما كان فيك تحطوها؟ شي تاني فيها تكون لينك لوابسايت يعني لينك لشي من وابسايت أو يمكن يكون حتى يوتيوب فيديو وبتحطوا اللينك تبعوه أو ملفات موجودة على الجوجل درايف أو ملفات موجودة بجوجل سلايدز اللي هي بريزنتيشنز بكل الأحوال وفيكن كمان طبعا تحطوا تشوز فايل ملفات موجودة عنكن على الكمبيوتر وترفعوها بس هون بدنا ننوه لشغلة أي ملف ترفعوه انتو بأي تطبيق ذكاء اصطناعي إن شاء الله كان جوجل اي 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 او كان تشع جي بي تي او اي شي انتو فعليا عم تعطوه شغلة للاي اي اي اللي يتعلم منها وبالتالي اي شي بترفعوه عليها حيصير حصرا عنده بيصير بيستخدمها كمعلومة يتعلم ويعلم غيره فيها من هذا مش موضوعنا موضوع الاثيكس بالجوجل اي اي كي نحن يستخدم الاي اي اي هذا موضوع تاني ونحكي فيه بحلقة تانية إن شاء الله هلأ مبدئيا خلنشوف شوف فينا الساوي أنا عندي الداتا تعيد زابدكن هي عالم الدراجات اللي كنت عم بيشتغل فيها صار لفترة ان شتغلت فيها بتشات جي بي تي ازا مذكرين انه جبنا داتا من السوق اللبناني او عن السوق اللبناني من خلال بحث عملناه بتشات جي بي تي عن موضوع الدراجات ورجعنا كمان عملنا بجوجل جاميناي انفوغرافيك كتير قوي عن الدراجات كمان النارية والعادية بالسوق اللبناني هيدون المصدرين مختلفين مصدر جاي من تشات جي بي تي ومصدر جاي من جوجل جاميناي فاللي فيني اعمله اول شي هيده الجدول اللي عامله هو هون بس انتطلع انه انا رجعت عدلت عليه انه زدلي البايسيكل تايب فيني اعمله داونلود وزا عملتنه داونلود بينزل عندي بالملفات بالداونلود في عندي ايات داتا هيدا موجود بس انا حقله ريكليس بكل الاحوال بس لحتى يصير عندي على الاول وهون هاعمل شغلة اسمه شير كامفانس وحقله بدي اياها كوبي لينك هانسخ نصر رابط تبع حيلي اللينك تبع الكامفا هلو منجي هلأ على السورسز عندي سورس موجود عندي على الكمبيوتر اللي هو البايسيكل سيلز وبيجي وبضيفه عندي هون الـ supported files هو pdf text markdown audio وكل هيدون لحتى نقدر نعمل شي خلينا نعمله markdown للفايل بدي يقل له هون make the file as markdown file markdown هو نوع من الملفات بيستعملها الزكاة الاصطناعي ليحفظ السابات اللي هو كان فيها وهيك صار عندي انا الـ data هيدي markdown وصار فيني ايجي يقل له هون choose file وصار عندي الـ data تعيد البايسيكل بنفس الوقت هو عم يعمل analyze the data تركوه يعمله هاقل له add وحاقل له website أو link وابعت له الـ link اللي انا عملت له أخدته من الـ infographic لاحظوا هون كتير قوية انه زالتلاحظوا بيانات مبيعات الدراجات يوفر المصدر بيانات مبيعات الدراجات والمنظم في جدول حيث يزججل كل صف معاملة فردية وكل هيدول قصص طالعين بالعربي ليه طالعين بالعربي لأن الـ notebook الـ M يدعم اللغة العربية بحالة اذا انتو فدتو على الـ settings اللي موجودة هون مغيرتو الـ output language الـ output language اللي هي اللغة اللي انتو عم تشتغلو فيها اذا بكبس هون انا قلت له بدي الـ output language يكون العربية وبالتالي صار عندي كل هالمواضيع بالعربي طب شو فيني اعمل من هون وكمل اشياء احسن اذا بتلاحظوا في عندي add note فيني انا اخد ملاحظات عن هذه الاشياء وفيني اعمل شي اسمه mind map المايند ماب يا جماعة امر كتير كتير خطير وحارجيكم ليش كبسوا على كلمة mind map هتلاقوا هون هيبلش عندكم generating mind map المايند ماب هي شغلة اختشفة عالم اسمه توني بوزان وهو اكتشف انه الدماغ بحد ذاته بيشتغل على اساس خريطة سميها mind map وكيف شكلها؟ خليها لجيكم كيف شكلها هايدي هي المايند ماب المايند ماب هي انه بتفكي بلش من فكرة وتتفرع منها لفروع وبرانشز متل كأنك انت موجود بشجرة وإلى أغصام وبالتالي بما lycical sales data فيه إلى matrix و dimension ولاحظوا فيكم تسألوا أسئلة تحت وبيعطيكم برومبتات لتسألوا الأسئلة هون هلأ خليني يكمل بالميند ماب بالميند ماب باقي فيه دايمانشنز بالدايمانشنز هتلاقوا فيه الديت وهيدول التواريخ كالياتها الموجودة فيه المناطق اللي هي شو الموجود وين فيه البيعين من هنه والبيسيكل تايب أنواع الدراجات اللي عم يشتغل فيها صار عندكم رؤية كافية عن البيانات اللي عم تشتغلوا فيها خلينا نسكر الميند ماب طبعا هو عم يقرأ من أو من مصدرين هلأ أنا حاططهم فيني اسأل إشياء كتير مثل ما قلتلكم بهيدا البينة لاحظوا ما هي تجهة المبيعات الرئيسية وأنماط الربح عبر المناطق وأنواع الدرجات بيقوم بيعطيني ملخص عن هالمعلومات هاي يعني ما بعرف بس اللي شي أنا أكيد منه اللي حيستفيد من هول الفيديوهات هني أكتر شي يمكن الأساتذة والطلاب اللي حابين يفوتوا ويغوصوا بعالم تعليمي وبعالم اللي فيه ساعدهم كيف يتعلموا أحسن وياخدوا إشياء والأساتذة فيهم يعملوا study guide فيهم يعملوا study guide يعني إذا بدكن دليل للدرس كيف يشتغل فيهم يعملوا frequently asked questions اللي هي أكتر الأسئلة اللي بتنسأل عن هالمعلومة وفيهم يعملوا briefing documents اللي هو مختصر عن هالبيانات اللي عم تطلع معنا هون ولاحظوا أنتو لما سألناه بناء على المصادر المتوفرة ما قال المصدر قال المصادر فحتطل القيم هتطل وين المناطق انتظر جميع المناطق في بيروت جبل لبنان كذاك نشاطة مبيعية ملحوظا بيروت شهدت مبيعات بسنة 92 كمبيرد لهلأ يعني كتير كتير بيعطيكم تفصيل وبلاحظوا التفصيل عنده باللغة العربية هلأ إذا بيجي بقل له بدي study guide يعني كيف ادرس هالمعلومات بيعمل لي نوت بيعمل لي ملاحظات دفتر ملاحظات عن كيف أنا فوت بهالموضوع ولاحظوا عم يعمل لي generating based على two sources يعني عم بعمل generate حسب مصدرين إذا بتكبسوا عليها دليل دراسة بيانات مبيعات الدراجات وهون بحطها بطريقة سرد للأفكار والطرق والتحليل تبعه بالموضوع هيدا خلينا نرجع طب إذا أنا بدي frequently asked questions بدي أكتر الأسئلة اللي ممكن تنسأل كمان إذا كبست عليها بيعمل لي كمان نوتات جديدة من المصدرين الموجودين وبيحط لكم الأسئلة المتكررة حولها بيانات ما بيعد درجة الهوائية دراجات الهوائية كل هيدا الشي عم بيصير تخيلوا إنتوا هون لو كنا عم نحكي بدرس رياضيات أو بدرس فيزياء أو بدروس متعلقة بالطلاب أو الأسات زي قدي بتسهل عليكم الأمور هيدا الشغلة بريفنج طبعا انتم فيكن تكبسوا بعدين وتشوفوا البريفنج كيف يلخص لكم المعلومات بطريقة كتير حلوة بس خليني أرجيكم على أقوى شي موجود بهيدا موجود بالنوتبوك الآن بيجيب لكم شخصين عم يحكوا مع بعض اللي يفسروا هالمعلومات اللي طالعة قدامكم وهيدا شغلة كتير قوية ليه كتير مننا كتير من الأوقات وخصوصا إذا أنتم كنتوا طلاب لاحظوا معيك كتير عم ركز على طبقة الطلاب وعم بحكي هون عالطلاب اللي موجودين بصفوف العالية شوي اللي معهم تليفونات واللي قادرين يحطوا سماعات ديناون ويتسمعوا على شرح بسيط باسلوب أنه اتنين عم يحكوا مع بعض ويفسروا هالبيانات اللي جاي من هالمصدر إذا بعمل هون والحلو هتطلع باللغة العربية يعني لاحظوا جماعة طالما أنا حاطيت الأوتبوت عربي هتطلع باللغة العربية هيدا شي كتير 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 أوي الموضوع هيدا بياخد شوية وقت هلا أنا هسرع الفيديو لنخلص من هيدا القصة ونحكي فيها ومش الحال وانا وناطر صراحة قلت لأعمل لبريفنج دوكيمنت فعملت لبريفنج دوكيمنت وهيها وهيصار عندكم موجز تفصيلي تحليل بيانات مبيعات الدرجات من كذا لكذا خلصت وهلأ صار فينا نعمل لود للكونفرزيشن فإذا بقل له لود سمعوا شا حيصير هسمعكم نتمقطعة صغير منه بس عن جد شوفوا الروعة سمعوا معي وخلا نشوف شو بيقدر يعطيكم هيدا شي بس قبل ما سمعكم إيها خليني أقل لكم هو بيعطيكم ملاحظة انه كل هيدا الأوديو هو AI جنريتد يعني ما في أصواته مستعملة ما في أصوات مستعملة كلها جاية من AI ذكاء إصطناعي عم يعمل هالجنريتشن فلازم ننتبه لها إشياء وهون بيعطيكم انه فيكن تعملوها بأكتر من لغة وفيكن تنزلوها حتى عندكم على الكمبيوتر وفيكن تعملوا دريت لتعملوا واحدة جديدة خليني نسمع شو اللي صار معه ولاحظوا انه هي خمس دقايق وخمسة وثلاثين يعني عمش رح نكون هول داكيمينس فاذا انتوا كنتوا بالسيارة او كنتوا ماشيين او كذا فيكن تتسمعوا عليها أهلا بكم النهاردة يعني هنغوص هوية في بيانات مبيعات الدراجات الهوائية في لبنان تحديدا من 2022 ل2024 معانا جدول فيه تفاصيل كتير مناطق بيعين أنواق دراجات أسعار بالدولار وحتى هوامش الربح الهدف هو اننا نلقي نظرة سريعة ونحاول نفهم ايه اللي بيحصل في السوق دا يعني اول حاجة تلفط النظر مثلا بيع لأحمد في الشمال دراجة هاجينة بأكتر من 1800 دولار بالفعل التفاصيل دي كتيرا ومهمة بتدينا صورة على مدى 3 سنين تقريبا وده بيخلينا نشوف اكتر من مجرد أرقام يعني نشوف الديناميكية نفسها خلينا نشوف ايه ممكن نطلع من البيانات دي لاحظوا انه اتنين عميلكوا مع بعض وعم يناقشوا هالجداول وهيدا الشي اذا كان هيدا الموضوع عبارة عن شرح مادة او عبارة عن تفصيل تخيلوا قديش هينة انكم تسمعوها انتوا بالسيارة او انتوا بأي محل شغلة كتير قوية من نوتبوك الام وبعد فيكن تغوصوا انتوا اكتر وتشوفوا الامكانيات اكتر هيدا كان كل شي لليوم بتمنى تكون الحلقة عشبتكن وبتمنى نوتبوك الام كمان هيك فتح لكم افاق جديدة لاتشوفوا شو فيكن تعملوا هيداول الاي اي اللي عم يطلعوا بهالسوق واللي عم يطلع بهالزمن هيدا كل ييتو من هون نشوفكم الحلقة الجاي سلام